وعلى هامشي منتدى الأعمال المصري الطاجكي عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيس الطاجكي ومدبولي وعدد من مسؤول البلدين وخلال اللقاء أشهد مدبولي بما يربط مصر وطاجكستان من علاقات ثنائية متميزة معربا عن تطلعه لأن تعطي هذه الزيارة دفع قوية لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك من جانبه أشهد الرئيس إمام علي رحمن بما شهده اللقاء من توافق في الرؤى تجاه القضايا الثنائية والدولية التي تحظى باهتمام البلدين وكذا الاتفاق على عقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن كما استعرض رئيس طاجكستان ملفات التعاود المقترحة مع مصر خلال الفترات المقبلة